السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبة الدبلوم التجاري والتعليم الفندقي اهلا بكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة وحلقة جديدة من حلقات مادة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية طبعا احنا في البداية بنقول للطلبة عايزينكم تذكرهم دي سنة فاصلة في حياتكم احنا كلنا هنا في خدمتكم تابعونا على القنوات اللي بتزيع الحلقات قناة تلفزيون المصري وكمان قناة اليوتيوب قناة التعليم الفني اي سؤال اي حاجة محتاجة تقدر تتفعل معانا على القنوات دي في البداية النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة جميلة جدا هنعمل ايه هنبتدي ندي اسئلة اللي هي اسئلة كتاب المدرسة نعمل مراجعة عليها قبل ما نخش في الدرس الجديد بتاع النهاردة يعني مطلوب من سيادتك مطلوب من سيادتك الوقتي تحضري الورقة والقلم تكتمي الاسئلة اللي احنا هنقولها الاسئلة دي تاني بقى اكد دي اسئلة كتاب المدرسة هنجاوب عليها الاجابة النموذجية الاجابة اللي هتوسلك اللي انت تجيب الدرجة النهائية الاجابة اللي هتخليك تحقق حلمة تلتحق بالكلية اللي انت عايزها هنبتدي النهاردة الحلقة بتاعتنا بمراجعة بسيطة على الجزء اللي فات كله احنا اتكلمنا من اول الحلقات على قانون العمل وانواع العمل انواع العمل العام قلنا ينقسم العمل العام او العمل الانساني الى نوعين عمل عام وعمل خاص وبفكرك وبفكرك تاني قانون العمل بيطبق على القطاع الخاص انهي نوع في القطاع الخاص القطاع الخاص عندنا تلت انواع عندنا العمل المشتبق العمل المستقل العمل التابع واحنا قانون العمل هو بيطبق على العمل التابع ليه بيطبق على العمل التابع لان لما قلنا قانون العمل مجموعة قواعد قانونية تتولد وتنشأ نتيجة العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل قلنا يشترك فيها التبعية وقلنا وضحنا مفهوم التبعية طيب تعال معايا وانت كمان ونحضر الوراء والقلم نراجع الاول على الجزء اللي فات وبعد كده ندخل ان شاء الله في الجزء الجديد معانا مجموعة من الاسئلة يريد تكتبيها او تكتبيها في وراء والقلم السؤال الاول بيقول ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ مع التصويب ما ننساش مع التصويب السؤال الاول بيقول يتم تجديد ترخيص الحق المصريين للعمل في الداخل او الخارج قبل انتهاء مدة الترخيص بستة اشهر على الاقل طبعا الاجابة هنا خطأ خطأ ليه لازم تجديد الترخيص يتم قبلها بربع شهور على الاقل تاني يا شباب تاني يا بنات ركزوا معايا بيقول لي الشركة بتجدد الترخيص بتاعها قبلها بستة اشهر بقول له العبارة هنا خطأ خطأ ليه مصطر لان لازم تجدد قبلها بربع شهور على الاقل تعالى نشوف السؤال التاني اصحاب الاعمال الخاضعين لقانون العمل غير ملزمين بتشغيل المعوقين طبعا هنا العبارة خطأ يلتزم كل صاحب عمل خاضع لقانون العمل ويعمل لديه خمسين عامل في اقصر بتشغيل نسبة كام اوعي تنسي النسبة النسبة كام خمسة في المية رفع عليكم تعالى نشوف السؤال التاني احيانا لا يطبق شرط المعاملة بالمثل عند تشغيل الاجانب طبعا يا الاجابة صحيحة بس لناسي يعني ايه كلمة مبدأ المعاملة بالمثل بفكرك ان احنا عندنا تلات شروط لعمل الاجانب في مصر اول شرط ان يكون مع محل اقامة تاني شرط ان يكون فيه ترخيص او رخصة للعمل او تصريح عمل تالت شرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل طب دول تلات شروط بنتكلم على مبدأ المعاملة بالمثل بنقول ايه احيانا لا يطبق طب ليه لا يطبق لان انا بكون في بعض الاوقات محتاج العمالة دي والعمالة دي بص شرط المعاملة بالمثل يعني ايه الدولة اللي هتشغل المصريين احنا كمان هنشغل الناس من عندها طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل لكن افت بقى ان في دولة ما بتشغلش المصريين وانا اللي محتاج لهم في الوقت ده بضطر ان انا اه اتغاضى عن مبدأ المعاملة بالمثل السؤال اللي بعده اكمل العبارات الاتية يجب اللي تقل لمساحة مقر الشركة التي يرخص لها بمزولة تشغيل المصريين في الداخل والخارج رفع عليكم انا سمع الاجابة تمانين متر مربع اللي دي طبعا اللي مقر الشركة الدولة اهتمت بمقر الشركة وحطت له شروط من ضمن الشروط دي ان المساحة لا تقل عن تمانين متر مربع طيب السؤال اللي بعد كده اذا اذا طبك العامل العمل من تلقاء نفسه يستبد جميع مستحقاته من اصحاب العمل في مدة لا تتجاوز سبع ايام يعني ايه لو انا سبت الشغل من تلقاء نفسي قدمت استقالتي عايز سيب الشغل كل مستحقاتي لازم تسوى في خلال سبع ايام في سؤال في الكتاب مهم جدا بيقول ايه طبك عامل العمل من تلقاء نفسه وطالب مستحقاته يعني سبت الشغل من تلقاء نفسه وعايز مستحقاته فطالب منه صاحب العمل مهل شاه للسداد اقول له هنا ايه رفع عليكم غير قانوني طب غير قانوني ليه زي ما احنا شايفين تسوى جميع مستحقات العامل اذا طبك العامل من تلقاء نفسه في خلال سبع ايام السؤال اللي بعد كده تعالى بقى النهاردة في درس النهاردة نتكلم على قواعد تنظيم العمل يعني ايه مستر قواعد تنظيم العمل قبل ما ندخل فيها دي القواعد اللي هتنظم العمل ما بين اتنين من هما الاتنين اطراف عقد العمل ما بين من ومين العامل وصاحب العمل الحقيقة القواعد دي مهمة جدا ليه بقى قبل القانون ما يتم تشريعه كان صاحب العمل بيستخدم العامل زي ما هو عايز يعني ايه يعني كان يشغله عدد ساعات زي ما هو عايز وطبعا العامل كان محتاج الاجر فبالطبع يشتغل اجا القانون قال لا معلش اسف انا مش هشغل العامل قال لعدد ساعات معينة طيب افرض يا صاحب العمل عايز تشغله وقت الزيادة برضو القانون ما نساش وقت اضافي اللي هو معروف بكلمة الاوفر تايم يعني لو شغلته زيادة عن عدد الساعات اللي حددها اللي حددها القانون هنديله فوق الاجر بتاعه وقت اضافي كل الكلام ده هنعرفه في درس النهاردة قواعد تنظيم العمل طيب القانون قال ايه اول حاجة لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج عن الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي او اتفاقية العمل الجماعي او ان يكلف العمل بعمل غير متفق عليه الا اذا دعت اتضرع الى ذلك ايه الكلام الكبير ده يا مستر ولا كبير ولا حاجة هو هنا بيقصد ايه بيقول ببساطة كده كل اللي الكتب في العقد هيتنفذ تاني كل اللي الكتب اللي في العقد سواء كان العقد ده عقد فردي او عقد جماعة او اتفاقية عمل جماعية كل كلمة كتبت في العقد هتتنفذ عشان كده ما يقدرش العامل ان هو يلزم اه ما يقدرش صاحب العمل ان هو يلزم العامل باي اعمال غير اللي مكتوبة في العقد طيب النقطة اللي بعد كده بتقول ايه بقى التزامات صاحب العمل يعني ايه هل صاحب العمل ده ملتزم في القانون بقى ملتزم بتلت التزامات ايه هما التلت التزامات دول تعالا نشوف اول التزام انشاء ملف لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته ودرجة مهرته عند التحاقب العمل واني احتفظ بص بقى الجملة دي خلي بالك من الجملة او الكلمة اللي بالخط الكبير ده اللي مكتوبة باللون اللحمة بيقول يحتفظ بالملف العامل لمدة سنة على الاقل من امتى من تاريخ انتهاء علاقة العمل اه نشرح دي بقى لان دي مهمة جدا النقطة دي بيتقول ايه القانون الزم صاحب العمل ان اول حاجة ينشئ ملف لكل عامل يعني ينشئ ملف لكل عامل كل عامل بيوحي التحق في عمل بيبقى معاه شادة الميلاد والبطار الشخصية والاسم والمهنة والجزئات والجزئات اللي خدها كل ده بيبقى في ملف طب ما له الملف ده الملف ده لو علاقة العمل انتهت يعني هي علاقة العمل انتهت اي سبب من اسباب انتهاء العلاقة يعني العامل بلغ سنة تقاعد العامل قدم استقالته المهم بعد انتهاء العقد القانون اكبر صاحب العمل انه يحتفظ بملف العمال لمدة قد ايه لمدة سنة من امتى من انتهاء تاريخ العقد لأ لأ تاني الحتة دي اه انا قلتها صح ما قلتهاش غلط من انتهاء تاريخ العقد يعني ايه من بعد علاقة العمل بتنتيه لازم صاحب العمل يعيني الملف ويحتفظ بيه لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد سؤالها على طول بيتقرر في الامتحانات بيجي يقولك ايه قام صاحب عمل باعدام ملفات العاملين بعد انتهاء العلاقة بشهر تاني تاني عشاني السؤال ده مهم جدا قام صاحب عمل باعدام ملفات العاملين بعد انتهاء العلاقة اقول له لا اعرف عليكم هنا غير قانوني ليه غير قانوني لان القانون الزم صاحب العمل بايه بالاحتفاظ بالملف في المدة قد ايه تمام لمدة سنة من امتى من انتهاء تاريخ التعاقد من يوم ما سيب الشغل عند صاحب العمل ده القانون الزمه انه يحتفظ بالملف بتاعي يبقى ده اول التزام على صاحب العمل طب ايه الالتزام التاني يا مستر الالتزام التاني نقل العامل من الجهة التي يعمل اليها الى مكان العمل كما يلتزم باعدته الى تلك الجهة يعني ايه كلنا بنشوفوا الموضوع ده بس لا بناخدش بالنا منه اي منشاة واي شركة كبيرة بتبص تلاقي الصبح في اوتوبيس موجود الاوتوبيس ده بركب فيه العمال طبعا حسب المسافات يعني والعمال بيركبهم بيخلصوا شغل بيستنوا معادة الاوتوبيس يرجعهم هي والمقصود بالنقطة دي ان من التزامات العمل لان انا مش معقول هدي اجري للعامل والعامل يضيعه في المواصلات فعشان كده بنقول ايه بنقول ان من التزامات صاحب العمل ان هو ينقل العامل من مكان العمل وبعد انتهاء العمل يبجعه تاني الشغل يبقى عندنا كامل التزام اتنين انشاء ملف في الكل عامل تاني انشاء ملف في الكل عامل والاحتفاظ به لمدة سنة تمام الالتزام التاني نقل العامل الى مقر العمل ثم اعادته بعد ذلك بعد انتهاء العمل طيب هل في الالتزامات تانية في الالتزام مهم جدا الالتزام التالت اذا عاد صاحب العمل الى صاحب عمل اخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة واجب على هذا الاخير ان يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي كلام كبير وكلام بص هو الكلام كبير لان المادة اسمها اي قانون عمل لكن تعال ببساطة كده اوضح لك النقطة دي بتقول ايه لو احنا مصنعين جنب بعض والمصنع ده محتاج عمال من المصنع ده ده ينفع يا مستر اه ينفع لو هم جنب بعض طيب خد عمال من صاحب المصنع ده خد عمال من هنا يشتغل عنده العمال اللي هيروحوا هنا لازم يتساوب نفس الاجر اللي بياخدوه هنا تاني تاني اوضح النقطة دي عندي مصنع ألف ومصنع به مصنع ألف عماله بياخدو خمس تلاف ومصنع به بياخدو تلت تلاف مصنع ألف ده احتاج عمال زيادة طلب من صاحب المصنع التاني يجيب له عمال العامل اللي يوح من المصنع اللي بياخد تلاتة على طول هيتساوب اللي هناك وياخد نفس الاجر يعني خلاصة الجملة دي ان صاحب العمل الاخر يسوي بين العمال في الاجل دي معنى اذا عهد صاحب عمل ابقى تاني عندنا يا شباب يا بنات عندنا تلات التزامات على صاحب العمل ايه هما تاني انا مش عايزك تحفظ عايزك تفهم الكلام احنا الحفز مش هيفيدنا بحاجة افهم الكلام وبعد كده هتلاقي الاسئلة سهلة والطرف تحلها ايه هي التزامات صاحب العمل عندنا تلات التزامات تلاتة بس هم اول حاجة انشاء ملف الكل عامل اهم حاجة فيه انه بيحتفظ بيه لمدة قد ايه ايه بوضع عليكم لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقل تمام طيب الالتزام التاني انه هو ينقل العامل من المكان اللي هيتجمعه فيه يودي الشغل بعد ما يخلص الشغل يبجعهم تاني اللي هي بنقولها ايه نقل العامل الى مكان العمل ثم عادته الالتزام التالت بيقول اذا عهد صاحب عمل عهد هنا يعني طلب صاحب عمل من صاحب عمل اخر عمال فعلى صاحب العمل الاخير ده يسوي بين العمال اللي عنده يبقى كامل التزام دلوقتي برافو عليكم تلاتة وهو عتنسى وهو عتنسي يجب لاح بقررها للمرة كامه يجب لاحتفاظ بالملفات لمدة قد ايه سنة من انتهاء تاريخ العقل طيب هما تلات التزامات طيب عندنا بقى ساعات العمل وفترات الرحة يعني ايه نقطة اللي كنا بنتكلم فيها صاحب العمل الاول كان بيستخدم العامل بنوع من انواع الصخرة ازاي قبل القانون ما يتم تشريعه كان بيشغل العامل زي ما هو عايز ايجا القانون قال له لو سمحت لا انا هحدد عدد ساعات للعامل طبعا القانون طبيعي انه ييجي في صف العامل ليه خلي بالك بقى من النقطة دي لان شأن قانون العمل هو وفع مستوى طبقات مين طبقات العمال القانون جاي عشان يرفع مستوى ومعيشة طبقات العمال تعال نشوف بقى هو القانون عمل ايه عشان يرفع شأن العمال اول حاجة عنا قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بتحديد الحد الاقصى لساعات العمل الجائز تشغيلها رعاية لصحته وعمل العمل استمراره في عمله طب عمل ايه بقى يعني تعال نبص عمل ايه اول حاجة لا يجوز تشغيل العامل فعليا اقصر من كام 8 ساعات في اليوم تاني اكتر من كام 8 ساعات في اليوم خلي بالك من النقط اللي انا عملها بالاحمر دي عشان لو جتلك اكمل في الامتحان يبقى لايجوز تشغيل العامل اقصر من كام 8 ساعات في اليوم او 48 ساعة في الاسبوع طب ايه الفرق بين 8 ساعات في اليوم و 48 ساعة في الاسبوع اصلا لما القانون قال 8 ساعات كان لازم يعمل حساب ان في بعض الاعمال في بعض المنشآت الصناعية ممكن التمن ساعات ما يقضوش قال له ما فيش حجة شغاله اكتر من كده لكن اوعد شغاله اكتر من تمانية وابعين ساعة في الاسبوع يبقى الجملة بتيجي ازاي يقول لي عدد ساعات العمل الفعلية للعامل نقط في اليوم كام في اليوم تمان ساعة طب في الاسبوع تمانية وابعين ساعة ولا تدخل بينهم الفطرات المخصصة لتناول التعامل الراحة يعني الصعر الراحة اللي هيخدها العامل لا ما بتتحسبش من ساعات العمل ودي هنتكلم فيها بالتفصيل يبقى اول نقطة تاني هي اول نقطة نظم القانون فيها بين العامل وصاحب العمل حدد عدد ساعات العمل حددها كام برضى عليكم تمان ساعات في اليوم او تمانية وابعين ساعة في الاسبوع في حد بيقول بها دلوقتي طب افبد صاحب المصنع ده او صاحب المنشآة ده عنده طلبية يعني ايه طلبية يعني عايز يسلم وقت في يسلم شغله في وقت اه قليل وعايز يشغل العمال اهلا وسهلا شغلهم بس وقت انت عدد ساعات العمل كام تمانية طب لو شغلتهم ايه اللي هيحصل يعني القانون قال له بقى لو شغلتهم وقت زيادة هندفع عليه فلوس تاني يبقى القانون هنا عشان فكرت تاني جاي في صف مين في صف العامل ازاي قال له لو انت شغلت العامل اكتر من ثمن ساعات هتدفع حاجة اسمها وقت اضافي اللي كلنا عارفينه باسم الوفر تايم طيب الوقت الاضافي ده كام القانون برضه كان يعني جاي في صف العمال قال له لا مش هقولك الوقت كام انت هتشغله وامتى يعني هتشغله وامتى هل هتشغله ليلا ولا نهارا يعني ايه اه اصلا هتفق لو شغلته بالنهار وقت اضافي هتدفع 35% من اجر العامل كل ساعة هيشتغلها وقت اضافي هتديله منها 35% امان لو شغلته ليلي لا الليلي بقى لا ده الليلي هتديله 70% من الاجر يعني ايه يبقى ببساطة كده الوقت الاضافي متقسم لحاجتين ليلي ونهاري لو صاحب العامل طلب وقت اضافي بالنهار هيدي للعامل بالنسبة يعني 35% لو شغله بالليل هيديله 70% طب القانون نظام ازاي هنشوفها يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اقصر تناول الراحة لا تقل مجموعة عن كام عن ساعة يعني يقصد يقول لكل عامل الحق في ساعة راحة او اقصر حسب طبيعة الشغل لكن بصوا بقى شباب الساعة دي لا تحسب من ساعات العمل تاني نقطة دي مهمة الساعة الراحة لا تحسب من ساعات العمل امال بتتحسب من ايه يا مستر بتتحسب من ساعات التواجد داخل العمل الفرق بص انا لو انا بشتغل في مكان 8 ساعات في اليوم 8 ساعات دول حسب نظام المنشأة يعني هروح الصبح الساعة 8 هاشتغل 4 ساعات هاخد الساعة اللي كلنا عارفين اسمها ساعة رست ساعة رست يعني ساعة راحة بعد كده كمل 4 ساعات يبقى انا هنا تواجدت في العمل 9 ساعات لكن اشتغلت كم ساعة 8 ساعات يبقى الساعة الراحة لا تحسب من ساعات العمل وانما تحسب من ساعات ايه التواجد داخل العمل طيب ايه تاني معانا اهي وتحسب فترات الراحة من ساعات ايه التواجد اه اذا كان العمل اسناء في مكان العمل يبقى الساعة راحة تحسب من التواجد في العمل وليس من ساعات العمل طيب يجوز لصاحب العمل النقطة دي مهمة بقى زي ما القانون برضو بييجي للعمال بييجي ليه صاحب العمل بيقول ايه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالمواد السابقة يعني ايه يعني كل اللي قلناه ده ممكن صاحب العمل ما بيتقيدش به اذا كانت تشغيل مواجهة ضربات عمل غيب عادية او ظروف استثنائية ويشترد في هذه الحالات ابلاغ الجهة الادارية المختصة يعني ايه طبعا نظر الاختلاف المنشآت الصناعية اللي احنا بنتكلم عنها او معظم كلامنا عليها طبعا كل منشآة لها طبيعة خاصة يعني ايه في بعض خطوط الانتاج ما ينفعش تتوقف عن الانتاج ما ينفعش حدد ساعات العمل بعدد معين فالقانون قال ايه عايز لا تتقيد باللي احنا قلنا ده مفيش ادنى مشكلة لكن لازم تبلغ الجهة الادارية اللي انت تابع لها تقول لهم مثلا انا مضطر ان انا اشغل العمال اه اكتر من ثمان ساعات ماشي وتقول لهم ايه الظروف لان القانون انه ليه لازم تكون الظروف هنا استثنائية او متطلبات العمل لازم تجبرك ان انت ما تتمشيش بالقانون بس مش مش هتمشيش بقى لا ده انت لازم ترجع على الجهة الادارية طيب بنقول كمان اه صاحب العمل ملزم ان هو يضع على الابواب الرئاسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان زر جدول بايام الراحة والراحة الاسبوعية او عدد فترات العمل جدول بيوضح للعمال نظام الشغل ازاي وعندنا كمان اه عندنا هنا بقى احنا قلنا لكل عمل الحق بساعة راحة لكن عندنا حالات يستمر فيها العمل دون فترات راحة ثانية واحدة يعني العمل ما ياخدش راحة انا ما قلتش كده امال قلت ايه قلت ان العمل العمل يستمر دون فترات راحة برضو يعني ايه في حاجات في بعض الاعمال ما ينفعش العمال ياخدوا فيها راحة ليه هنعرف دلوقتي ليه لكن هي بتبقى نظام بقى زي اللي انتو فاهمين نظام ورديات هو العمل لا يتوقف العمل لا يتوقف لكن العمال هم بياخدوا راحة بتاعتهم عادي لكن العمل ذات نفسه هو اللي بيستمر دون فترات راحة طب هل عندنا امثلة على الاعمال اللي بتستمر دون فترات راحة العمل في الالات المولدة للقوة المحركة يعني يعني مثلا محطات الكهرباء نقدر احنا نقول محطة الكهرباء هنطفيها عشان هناخد صعر راحة طبعا لا العمل بياخد انما المحطة لا بيبقى فيه نظام ورديات عندنا كمال اعمال ربط البواخر والانوار الكشفة طبعا اللي شغالين في شركات الروباط اللي موجودة في برسعيد فاهمين الكلام ده اللي بقى البواخر بتخش الميناء خلال اربعة وعشرين ساعة فما ينفعش الباخرة جاية وملتزمة بمعاد قال لها لا والله مش هنعرف نشتغل عشان احنا عندنا فترات راحة طبعا هنا العمل بيستمر دون فترات راحة العمل في المستشفيات طبعا دي مفهومة المستشفى ما بتقفلش العمل شغال في اربعة وعشرين ساعة العمل في مجال الفراشة العمل في مجال تجهيز دفن الموتة كل الاعمال دي بتستمر دون فترات راحة كمان عندنا صناعة البلاستيك صناعة السينما صناعة الخزف والصيني العمل في المخابز صناعة الدواء العمل بالصيدليات طب ليه مستر الاعمال دي يعني مثلا صناعة البلاستيك ليه ليه ما بتاخدش راحة طبعا احنا عارفين هنا طبعا نظرا للظروف المادة الخام اللي بنشتغل بيها البلاستيك او المخابز او 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 دي بيشتغلوا بمادة خام المادة الخام ديت لو باتت لتاني يوم ايه اللي ممكن يحصل يعني مثلا مغبس شغال مغبس ده لو العجين تاني يوم بات ايه اللي ممكن يحصل البلاستيك ده بيبقى في صناعة طبعا عن مادة سيلة لو المادة العمالها ياخدوا بقى ويقفلهم والمادة السيلة دي هيحصل لها ايه هتتجمد مين هنا اللي هيخسر صاحب العمل فالقانون قال لا الاعمال دي تستمر بدون فترات راح طيب ايه كمان عندنا من ضمن قواعد اه تنظيم العمل اه الفئات المعاملة بقواعد خاصة في قانون العمل يعني ايه قواعد خاصة هناك بعض الفئات يجب ان تعامل معاملة خاصة عشان كده القانون اهتم بفئتين هنتكلم فيهم بالتفصيل ايه هما الفئتين دول اول حاجة الاطفال يعني ايه الاطفال ويهه علاقة الاطفال باللي احنا بنقوله ده لا استنى احنا نقصد الاطفال فين هنعرف دلوقت ان الطفل اللي هيطبق عليه قانون العمل هيبقى ليه سن قانوني وهنتكلم فيها بالتفصيل مين تاني طب يا مستر اللي هيتعامل بمعاملة خاصة في القانون النساء طب ليه النساء طبعا النساء اه طبيعتهم اه الفاسيولوجية والعادات والتقاليد اللي بنعيش فيها عشان كده القانون اه حط قواعد يحمي بيها عمل المرأة عشان محدش يقدر يستغلها محدش يقدر ان هو يشغلها في اعمال خطرة او اعمال شقة او اعمال لا تتناسب مع كلها امرأة او سيدة فالقانون نظم قواعد خاصة للاطفال والنساء اه او وضع المشرع قيود على حرية التعاقد من جانب صاحب العمل مرعاة لبعض طواقف من العمال هو يقصد هنا بالطواقف النساء والاطفال طيب عمل ايه القانون بقى قواعد تشغيل الاطفال في قانون العمل يبقى احنا نتكلم دلوقتي على الاطفال وقبل ما اتكلم على الاطفال عشان اللي امتبعنا ما يتخضش لانه يبقى عنده اه طفل عنده سبع سنين او ثمان سنين لا 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 ما بنتكلمش على دول امال بنتكلم على مين على الطفل المؤهل للعمل هنرى بزيه مؤهل للعمل من خلال سنه يعني معنى كده ان القانون حدد سن الطفل اللي اشتغل طبعا ليه بقى هنشوف مع بعض دلوقتي قرر قانون الطفل الصادر برقم اتناشر لسنة ستة وتسعين ان الحد الادنى لسن تشغيل اطفال هو اربعتاشر عام ويحظر التدريب قبل اثنى عشر عام تخلي بالك هنا اللي مين بيقول مش قانون العمل امال مين ده قانون الطفل يبقى نفرق بس ما مين حكتين قانون الطفل وقانون العمل مفيش تعارض بينهم قانون الطفل قال ايه قانون الطفل لسنة الف تسعمائة ستة وتسعين قال يحظر تشغيل الطفل قبل سن الاربعتاشر يعني لازم يكون كم سنة اربعتاشر ومش كده وبس كمان ولا يجوز تدريب الاطفال قبل سن الاتناشر يعني ايه يعني لو انت عايز تدرب طفل على شغل ما تدربوش قبل ما يوصل اقل من اتناشر ما ينفعش اتناشر طبعا بص اتناشر لاربعتاشر سنتين السنتين دول يتدرب فيهم كنا بنسميه المتدرج من سن اتناشر لاربعتاشر كم لاربعتاشر يقدر يشتغل غير كده لا يجوز تشغيل الاطفال يبقى ده قانون مين قانون الطفل هو اللي قال تاني قانون الطفل مش قانون العمل هنعرف دلوقتي قانون العمل قال ليه قانون الطفل قال ان سن تشغيل الاطفال يجب ان يكون الطفل قتم اربعتاشر سنة كاملة ولا يجوز تدريب الاطفال تدريبهم على العمل قبل سن الاتناشر طيب ده قانون الطفل هل فيه تعارض ما بين قانون الطفل لسنة 1960 وقانون العمل لا طبعا مفيش تعارض ليه لان قانون العمل اكد على الكلام اللي قاله قانون الطفل ازاي تعال نشوف قال ايه بقى قانون العمل لسنة 2003 ربط بين الحد الادنى لسن العمل وبين اتمام محلط التعليم الاساسي يعني ايه يعني القانون قال ان الطفل هنا يا اما يكون كمل 14 سنة يا اما يكون كمل مرحلة التعليم الاساسي يقصدنا بمرحلة التعليم الاساسي المرحلة الاعدادية ليه ما هو لما يكمل المرحلة الاعدادية بقى كده 14 او اكتر شوية لكن مش اقل اي حد بيخلص الصف الثالث الاعدادي او مرحلة التعليم الاساسي بيكون على الاقل على الاقل كمل 14 سنة فالقانون كان صريح قال ما حدش هيشتغل من الاطفال الا لما يكون كمل سن كام برضو عليكم 14 سنة او اكمل سن كام او سن مرحلة التعليم الاساسي يعني ايه بقى فقال لي هنا فيعتبر طفل في نظر القانون في تطبيق احكم هذا القانون يقصد هنا ايه يعني الطفل اللي احنا نقصده اللي هيتطبع عليه قانون العمل مقصود بايه او سنه ايه سنه من 14 سنة ل 18 سنة يبقى القانون قانون العمل لسنة 2003 قال ايه الحد الادنى والحد الادنى يعني ايه شباب اقل حاجة كام 14 الحد الاقصى 18 يبقى الحد الادنى لسن تشغيل الاطفال كام 14 سنة او اتمام مرحلة التعليم الاساسي تاني عشان ما يجيش سؤال صح وغلط ويقولك الحد الاقصى اقصى يعني ايه اكبر حاجة الحد الاقصى لتشغيل الاطفال من سن 18 سنة واتمام مرحلة التعليم الاساسي اقول له لا انت تقصد بالعبارة الحد الادنى لسن تشغيل الادنى العبارة غلط الحد الادنى لسن تشغيل الاطفال كام 14 سنة او اتمام مرحلة التعليم الاساسي اما من هو اللي في نظر القانون وهيطبق عليه القانون ده ويعتبر طفل هو من سن 14 لو لم يتجاوز سن 18 اه بيقول هنا فيعتبر طفلا في تطبيق احكام هذا القانون كل من بلغه 14 سن او تجاوز سن اتمام التعليم الاساسي يبقى ده الحد الادنى ولم يبلغ سن 18 سنة يعني تاني هردح الحتة دي تاني عشان بيتيجي في الامتحانات على طول سن تشغيل الاطفال من كام لكام من 14 ل 18 14 الحد الادنى و 18 الحد الاقصى لا اما اقول 14 او اتمام مرحلة التعليم الاساسي طيب حد هيقول لي ايه انت بتقول حتى اتمام سن التمنتاشر سنة طيب وبعد ما يكمل التمنتاشر سنة يعمل ايه لا ما بقى اش طفل بقى بقى هنا بقى لغ ويشتغل وطبع عليه قانون العمل او مش هيتعامل بقى بمعاملة خاص هيتطبع عليه قانون العمل زي اي عامل او عاملة يبقى تاني اول نقطة مهمة جدا سن تشغيل الاطفال السن القانون سمح فيه بتشغيل الاطفال قال ايه القانون سن تشغيل الاطفال الحد الادنى من اربعتاشر سنة او اتمام مرحلة رفع عليكم مرحلة التعليم الاساسي تمام والحد الاقصى تمنتاشر سنة وجملة المهمة اللي احنا قلناها وقانون الطفلة قالها لسنة 1996 قال ايه سن تشغيل الاطفال اربعتاشر سنة ده شرط ولا يجوز تدريب الاطفال قبل سن الكامل لاثناشر طيب هل القانون حط قواعد خاصة لعمل الاطفال طبعا لان هنا الطفل هنا البنيان الجسد بتاعه في بعض الاعمال مش هستحملها الطفل كمان مش هيقدر يشتغل بالليل الطفل كمان مش هيقدر يشتغل عدد الساعات اللي قلنا عليها عشان كده القانون ما سابش الموضوع فيه تصحب العمل يعني ايه القانون لما حدد سن الطفل ما سابوش كده بقى خلاص من الابعتاشر لتمنتاشر وانت يا صاحب العمل شغاله قال له لا ده انا كمان حددتلك السن واحددلك قواعد تمشي عليها ولو خلفتها بتصل العقوبات لغلق المنشئة طب ايه يا القواعد بقى عندنا اول قاعدة في ايه تشغيل الاطفال حظر القانون تشغيل الاطفال من الاناس والذكور قبل سن اتمام التعليم الاساسي يعني قبل ما يكملهم الا 14 سنة طبعا نظر الا ان الاطفال بحاجة ليه معاملة خاصة وتنظيم خاص ليهم اه عشان ليه عشان البنيان بتاعهم اللي احنا قلنا عليه الجسدي وطبيعة عملهم حطولهم قواعد لتنظيم العمل ده ايه القواعد ده اول قاعدة الفحص الطبي والمبدائي والدوري يعني ايه يعني كل اسبوع كل شاء حسب ما الاتفاق ان هو نعمل فحص طبي فحص طبي وفحص دوري للاطفال دوري يعني كل فترة منتظمة اه وحدد ساعات العمل اليومي يعني ايه حدد عدد ساعات معينة في اليوم الاطفال يشتغلوهم والاسبوعي وحظر العمل الاضافي العمل الاضافي اللي احنا اتكلمنا عليه للعامل اللي هو برفع عليكم اللي هو الاوفر تايم ده كان مسموح به للعامل اللي هو عدد سنة 18 سنة ايجا القانون قال الطفل ما يشتغلش عمل اضافي قال ايه تاني القانون يحظر تشغيل الاطفال لاكثر من ست ساعات يوميا افهم من كده ان عدد ساعات تشغيل الاطفال كام ست ساعات على ان تتخلل ساعات العمل فترات لتناول الطعام اللي هي الفترة الراحة ولا تقل في مجموعة يعني ما تقلش عن كام عن ساعة في اليوم وبحيث لا يشتغل الطفل اكثر من اربع ساعات متصلة كما حظر تشغيلهم ايام الراحة الاسبوعية والعطلات الرسمية مش فاهمين دي نوضحها اكتر بص القانون قال ايه قال ان عدد ساعات تشغيل الطفل لا تتجاوز ست ساعات يبقى عدد ساعات تشغيل الطفل كام ست ساعات يتخللهم ساعة راحة يبقى لازم ست ساعات دول يتخللهم ايه ساعة راحة وبشرط ان الطفل ما يشتغلش اربع ساعات متواصلة يعني اخره اربع ساعات متواصلة ما تشغلوش خمسة يعني ايه متواصلة يعني ما تجيبش الطفل وتشغله خمس ساعات ولا بعض لا هو اقصى حاجة ببعض ياخد راحة ويكمل الساعتين افهم من كده ان عدد ساعات العمل للطفل ست ساعات يتخللها ايه تمام يتخللها ساعة راحة بحيث ان الطفل ما يشتغلش اكتر من كام ساعة متواصلة اربع ساعات متواصلة بعد كده يشتغل ممكن يعني ممكن الطفل يروح الشغل بتاعه اشتغل تلات ساعات ياخد راحة واشتغل تلات ساعات يبقى هو هنا عمل ايه اشتغل الست ساعات واخد الساعة الراحة وما اشتغل ساعات متواصلة تاني واحد عنده اطفال في المنشاعة بتاعته شغلهم كلادي ايجوا الصبح اشتغلوا تلات ساعات خدوا الساعة الراحة واشتغلوا تلات ساعات يبقى احنا طبقنا التلات حاجات دول اللي هم ايه ان هم اشتغلوا الست ساعات تخلى لها ساعة راحة وكمان ما اشتغلوش اربع ساعات متواصلة طبعا والقانون منع تشغيل الطفل في ايام راحات يعني ايام راحات يعني راحة الاسبوعية يعني مثلا لو المنشأة دي راحة الاسبوعية بتاعتها الجمعة والسبتة او الحد ايا كانت يعني ما ينفعش اجيب الطفل واشغله ينفع جيب الراجل الكبير العادي لعدة 18 طبعا انما الطفل لا وما ينفعش اشغل الطفل في اعمال ليلية ومن نسبة الليلية دي القانون حدد الليل معناقي في القانون الليل مش زي ما احنا فاهمين في الليل بتاعنا العادي لا القانون قال ايه يحذر عمل الاطفال ليلا من كام لكام من السابعة مساء للسبعة صباحا هي دي الفترة الليلية اللي القانون حذر فيها عمل الاطفال وحتى عمل النساء من كام لكام من السابعة مساء الى السابعة صباحا يعني لو جالك سؤال اكمل وقال لا يجوز تشغيل الاطفال من الساعة نقط الى الساعة نقط اقول له من الساعة السابعة مساء الى الساعة السابعة السابعة صباحا ده الوقت الممنوع فيه الطفل يشتغل فيه طيب معاني ايه كمان حظم العمل الليلة الاطفال وحظم المشاركة المصري يعني بص نشوف قد ايه القانون اهتم بالتفاصيل الدقيقة لحماية الطفل قانون المصري بتاعنا قانون العمل اهتم بالتفاصيل الدقيقة عشان يحمي مين يحمي الطفل من العامل وكمان يحمي الطفل لان في الاول وفي الاخر ده طفل عمل ايه بقى منع الشغل الليلي للاطفال بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا طيب عمل ايه تاني القانون قال وكمان منعه من العمل في الراحة الاسبوعية ليه بقى حفاظا على صحة الاطفال يعني عشان نحبز على صحة الاطفال الزم قانون العمل اصحاب الاعمال بقى انت تخلل ساعات العمل زي ما قلنا ساعة راحة ويجب ان لا يعمل الطفل اكثر من 4 ساعات متصلة نيجي للقواعد الخاصة بتشغيل النساء احنا كده قلنا قواعد تشغيل الاطفال قلنا خاصة لك كده ببساطة عشان لو انت تكتب ورايا يبقى تجيب الورقة والقلم واللخص الموضوع كله قواعد تنظيم الاطفال نظم القانون او المشارع المسوي في قانون العمل لسنة 2003 قواعد خاصة بتنظيم عمل الاطفال نظرا لخطورة الاعمال على الاطفال اضطر القانون ينظم لهم قواعد زي ايه اول حاجة قال ان حدد سن تشغيل الاطفال حدده من كام لكام حدده من سن 14 او اتمام المرحلة التعليم الاساسياء الاساسي الى سن كام برافو عليكم التمنتاشر وقالزم صاحب العمل بمجموعة حاجات كده وقال له اوعى الطفل يعمل كده يعمل ايه بقى انه يشتغل ليلا من كام لكام برافو عليكم من سبع مساء لسبع صباحا وكمان ما تشغلش الطفل في اعمال شقة ما تشغلش الطفل في ايام الراحات الاسبوعية ما تشغلش الطفل وقت اضافي ويتعمل عملية فحص طبي دوري ومنتظم دي القواعد الخاصة بتشغيل الاطفال نكمل بقى على اللي احنا قلناه هنتكلم على القواعد الخاصة بمعاملة النساء طبعا القانون حدد قواعد خاصة القانون حدد قواعد خاصة لعمل تشغيل النساء تعال كده مع بعض نشوف ايه هي القواعد دي اول حاجة عندي لا يجوز تشغيل النساء ليلا في اي منشاة صناعية او احد فضعها في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسبعة صباحا حد يقول لي طب مش دا زي الاطفال بالضبط كده زي القانون ما منع تشغيل الاطفال ليلا من سبع مساء لسبع صباحا برضو منع تشغيل النساء ليلا في المنشآت الصناعية حد من اللي هيسمعني من الطلبة المتابعين يقول لي لا طب ما نعرف حد شغال في المنشآة صناعية وبييشتغل بعد سبعة اقول له ما تستعجلش واسمع بقية الكلام ليه يستسنى من حظر العمل الليلي يعني في حالتين لاستسناء تشغيل النساء ليلا ايه هم الحالتين دول الحالة الاولى الحالة بيقول لي لا تسري يعني اللي احنا قلنا دا ما يتطبقش على في حالات القوى القاهرة يعني ايه القوى القاهرة اذا ما توقف العمل في مؤسسة ما لسبب لا يمكن التنبؤ به وليس من طبيعته ان يتقرر او متى كان العمل ضروري للمحافظة على مواد اولية طيب ايه الكلام الكبير دا لا ركز معايا بقى ولا كبير ولا حاجة اول حالة نستسنى منها النساء من العمل ليلا اذا كان هناك سبب قاهري خارج عن ارادة صاحب العمل يعني حاجة غصبين عنه وبشرط لن تتقرر بمعنى ايه نهار دا الناس اجوا الشغل انه يتقطع المصنع دا بيشتغل في منتجات المواد الخام بتاعتها ضد طبيعة خاصة لو باتت لتاني يوم ممكن يتم اتلافها فهنا القانون مش عايز صاحب العمل يخسر ماديا فقال لا اذا كان هناك سبب قاهري او خوفا من تلف مواد خام هشغل النساء ليلا يبقى مش هنمشي على القاعدة اللي قلنا عليها في حالة واحدة بس اول حالة اذا كان في خوف على المواد الاولية او سبب قاهري وبشرط ان هو لن يتقرر طب حد يقول لي سؤالها بيجي ازاي مستر في الامتحان هو الحياة سؤالها بيجي في الامتحان بيجي يقول لي ايه اضطر صاحب عمل الى تشغيل النساء ليلا الى تشغيل النساء ليلا بسبب الخوف من تلف مواد خام اقول له قانوني بشرط ان يكون الظرف قاهري ولن يتقرر يبقى دي الحالة الاولى طيب الاستثناء التاني اه لا يسوي هذه الاحكام او لا تسوي هذه الاحكام على العاملات التي يشغلنا وظائف اشرافية طبعتها طبيعة اشرافية يعني عايز يقول لي اي وحدة او اي سيدة بتشتغل في مكان ما طبيعة عملها اشرافية ما يمشيش عليها القعدة بتاعة الليل اللي هو من سبع مساء لسبع صباحا يبقى اول قعدة عندي القعدة العامة بتقول لي لا يجوز تشغيل النساء ليلا من الساعة السبع مساء الى امتى بوضع عليكم السبع صباحا الا حالتين بنستثناهم اذا كان ظرف قاهري خارج عن اراضة صاحب العمل او اذا كان طبيعة عمل المرأة طبيعة اشرافية طيب حظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة والضرعة طبعا القانون هنا طبعا بيراعي ان دي نساء فمنع او حظر من تشغيل النساء دول في الاعمال الخطرة او الضرعة طيب ايه تاني كمان حرست منظمة العمل الدولية او منظمة العمل العربية وقانون العمل لاحظ كده منظمة عمل دولية منظمة عمل عربية وقانون العمل التلاتة كلهم مع حق المرأة في عمل امن على وضع القواعدة التي تحظر القيام بهذه الاعمال يعني ايه في اعمال خطرة منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وقانون العمل المصري متضامنا مع المنظمات دي قال ان السيدات ما ينفعش يشتغلهم في اعمال زي الطبيعة خطرة واصدرت منظمة العمل الدولية وقانون العمل والعديد من الاتفاقيات ان هي عملت حظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة او الشقة يعني خلاصة الجملة دي كلها لا يجوز تشغيل النساء في الاعمال في الاعمال الشقة طبعا على سبيل المثال ايه هي زي الاعمال الشقة يعني اه التعدين الصناعة اطلاق المعادن اه البترول كل دي اعمال شقة السيدات ما ينفعش يشتغل بيها كمان من من ضمن القواعد اللي القانون اه نظمها لتنظيم عمل المرأة اجازة الوضع واتكلمنا فيها قبل كده ان العاملة الحق في اجازة وضع مدتها تسعين يوم تحصل عليها مرتين فقط طوال الخدمة شرطها ان تكون العاملة امضت عشر اشهر على الاقل كمان لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وربعين يوم التالية للوضع كمان القانون ادى اجازة خاصة لرعاية الطفل اللي هي الاجازة بدون اجر اللي هي مدتها سنتين اه كمان ادننا رعاية الرضيع طبعا العاملة التي تقوم بارضع طفلها خلال 24 شهر التالية لتاريخ الوضع يعني ايه بعد ما بتخلف وبتاخد اجازة الوضع في طفل الطفل ده هيرضع القانون حتى هنا شوف بقى البعد الاجتماعي للقانون عمل ايه منح العاملة ساعة رضاع مدفوعة الاجر ممكن تقسم الساعة الرضاع دي على فترتين طبعا هي بتتحسب الساعة دي العاملة مثلا معاد حضورها الصبح الساعة عشرة هي تيجي الشغل الساعة 11 وكأنها ايجت الساعة عشرة كده ساعة رضاع مدفوعة الاجر او العكس معادل انصراف الساعة اتنين هي تمشي الساعة واحدة وكأنها اشتغلت الساعة دي او تقسم نص ساعة ونص ساعة يعني ممكن تقسم ساعة الرضاع دي على فترتين خلي بالك بقى ويحظر خفض اجر العاملة مقابل هذه الراحة بمعنى ايه ان العاملة ساعة الرضاع بتاعتها مدفوعة الاجر هيجي السؤال كده منح صاحب عمل عاملة ساعة رضاع مقابل تخفيض الاجر اقول له لا شكرا غير قانوني ليه لان القانون بيقول ان الساعة الرضاع مدفوعة الاجر البنت اللي بتسمعنا لما تروح تشتغلي في مكان وانت بتشتغلي اعراف حقوق كويس انت ليكي لو انت بتشتغلي في منشأة صناعية وبنا كارمك ومعاك طفل ممكن تاخدي القانون اللي بيقول تاخدي ساعة رضاع والساعة دي مدفوعة الاجر يبقى كده يا شباب ويا بنات احنا كده النهاردة خدنا قواعد تشغيل الاطفال وقواعد تشغيل النساء واختمنا كده كده خلصنا الحلقة في الساعة السابعة صباحا والساعة السابعة مساء طيب احنا كده بنكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا النهاردة نرجو ان انتوا تكونوا استفدتم والى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته